الكل يعرف أنه ما موجودين على رأس القيادة العراقية وما شاهدنا نحن كسياسيين أو كشعب عراقي أنه يخرج يوماً الإطار مثلاً وقيادات الإطار وعلى رئيسهم السيد المالكي ليطالد بالسماح لأمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية بتسديد ديونها أو ديون العراق بالدولار أو فتح الحصار عن موضوع الدولار بالنسبة لإيران إيران الآن تمر بفترة عصيبة فترة العصيبة هذه تأتي من الحصار المفروض عليها الاقتصادي السياسي لكن للأسف الشديد سياسينا جميعاً وبلا استثناء يسعون إلى فتح هذا الحصار بطريقة أو بأخرى الولايات المتحدة الأمريكية سمحت للعراق بتسديد ديونها إلى إيران ولمدة ثلاثة شهر أنا لا أعرف الحقيقة لماذا يتجه العراق إلى بديل آخر حتى يضيف على كهل العراق عبء كبير نحن في غنى عنه نعم طيب دكتور علي يعني أنت قبل قليل ذكرت أن إيران تمر بفترة عصيبة وفترة حصار طيب ألا تعتقد أن مقايضة النفط الأسود مقابل الغاز ربما يبثل تحرر لإيران من القيود التي وضعتها واشنطن على هذا الملف عزيزتي لا يمثل بل هو حقيقة فتح الباب أمام إيران نعم أولاً هناك نقطية رئيسية أولاً لم يسعر النفط الأسود الذي يعطى إلى إيران هل سمعت أنت عن تسعير لهذا النفط؟ لا إذن الكميات مفتوحة وهذه الكميات ممكن تكون البوابة لفتح الحصار المفروض على إيران سواء نفطياً أو سواء بالدولار الآن وعلى يعني قبل يومين تكلم أحد أعضاء اللجنة المالية في مجلس البرلمان وأعتقد أنه هو أعلم مني ومنك بهذا الموضوع يقول أنه إيران تحول إلها العملات الأجنبية أي الدولار بالسيارات الحوضية يعني تريلات سيارات تحول إلى إيران وبالمقابل يؤتى بعملة محلية مطبوعة في إيران تقريباً وحينما تدخل هذه العملة للعراق تتلف اشتركوا في القناة